لكن نرجع لزوجة الأخ منصور في طلقة تانية في العدة وما خرجتش من البيت وفي كيف تتعامل أثناء العدة مع زوجها حدود التعامل في الطلاق الرجع يعني وبتسأل في سياق سؤالها هل الجماع ده يعني هو العلامة على العودة العلاقة نقول للسئلة الكريمة الأصل إذا كان الطلاق رجعيا وأكد إذا كان الطلاق رجعيا يعني الطلقة الأولى الطلقة الثانية والعدة ما زالت قائمة لأن العدة إذا انتهت هذا الطلاق الرجعي ينقلب إلى باء بينونا صغر وله أحكامه الخاصة ما دامت في العدة طلاق رقم واحد أو طلاق رقم اثنين والعدة للمرأة المطلقة إن كانت من ذوات الحيض ثلاثة قرون والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون أما إن كانت ليست من ذوات الحيض يعني لا يأتيها الحيض أو انقطع الحيض عدتها ثلاثة أشهر بنص القرآن في صغرات الطلاق فبالتالي ما دامت في خلال هذه العدة الأصل أن تقضي مدة العدة في بيت الزوجية ولا تترك ولا تنطلق إلى بيتها بيها وخلال فترة العدة هذه في الطلاق الرجعي تلبس ما شاءت وتتعامل مع زوجها ما شاءت هو زوجها نعم هو كل ما حدث أن هناك خلل أصاب العقل وهذا الإسلام عندما قال وقرر أن تقضي عدتها في البيت رغبة في الإصلاح وأملا في الرجوع فربما من نظرة أو كلمة أو إلى آخره تعود المياه إلى مجريها فتعود الزوجة فلا حرج إن جلس التعاسف في التعبير عارية شأنها هو زوجها وهي زوجته العودة هنا تعود بأحد أمرين إما أن يقول لها باللفظ بالقول راجعتك إلى عصمة أدي واحد الأمر الثاني المعاشرة الجماع وتكون الزوجة قد رجعت إلي ولا تحتجب عنه طوال العدة لكن حذري إذا امتهت عدتك صار أجنبيا ولا يجوز لك أن تجلس معه في مكان واحد ولا يرى منك شيئا مثله مثل الرجل الأجنبي حتى يعقد عليك من جديد ده كلام مهم جدا نعم